في حلقة اليوم سأتحدث مع حضراتكم عن إفرازات السدي أثناء الحمل والتغيرات التي تحصل على السدي خلال الحمل أيضا سنوضح لحضراتكم الإفرازات الدموية من السدي أثناء الحمل هل هي طبيعية أم غير طبيعية وهل تشير إفرازات السدي أثناء الحمل إلى الإصابة بسرطان السدي تابعونا في الحلقة المهمة تعد إفرازات السدي أثناء الحمل واردة الحدوث ولا تشير إلى وجود حالة مرضية خطيرة خاصة إذا حدثت خلال المراحل المبكرة من الحمل واتسمت بكونها إفرازات شفافة قد تتحول خلال المراحل الأخيرة من الحمل إلى إفرازات مائية وحليبية ويبدأ السدي بإفراز الحليب في مرحلة ما بعد الأسبوع السادس عشر من الحمل ومن الجدير بالذكر أن إفرازات السدي قد تستمر حتى بعد الحمل وخلال مرحلة الرضاعة وقد تخرج الإفرازات من حلمة السدي بفعل الضغط على السدي وتكرار تعرضه للاحتكاك بحمالة الصدر أو بعد ممارسة التمارين الرياضية العنيفة ومما لا شك فيه أن سدي المرأة الحامل يتعرض لتغيرات عدة نتيجة ما يصاحب الحمل من تغيرات في مستويات الهرمونات كما أن التغيرات التي تطرأ على السدي ضرورية لتهيئة الحامل للمرحلة القادمة والتي تتضمن رضاعة الطفل وتشمل هذه التغيرات ما يلي أولا زيادة حجم السدي ثانيا الشعور بتراوة السدي والحلمة ثالثا ملاحظة زيادة في حجم الصدر أخيرا ظهور الغدد في السدي أكثر بروزا وأكبر حجما ويحدث آلام السدي عند النساء جميعهن وفي مختلف الأعمار كما قد يحدث أثناء الدورة الشهرية وبعد انقطاعها وغالبا ما تصاب المرأة بآلام في السدي خلال مرحلة الإنجاب إذ أنه يصيب 70% من النساء في مرحلة من مراحل حياتهن بينما تحتاج 15% من النساء إلى التلخل الطبي بالإضافة إلى أنه تختلف حدة آلام السدي أو موقعه وقد تحدث هذه الآلام في كلتا السديين أو في إحداهما أو تحت الإبط ويعز سبب حدوث هذه الآلام إلى التغير الحاصل في الهرمونات بسبب تعرض المرأة للحالات العديدة ومنها الدورة الشهرية والحمل والرضاعة الطبيعية وانقطاع الدورة الشهرية هذه الحالات تؤدي إلى الاختلاف في نوع الألم الذي تسببه للثدي وإن الإفرازات الدموية من الثدي أثناء الحمل هي إفرازات طبيعية لكن من الأفضل أن تراجع الحامل الطبيب الخاص وتطلعه على ذلك وقد ترتبط الإفرازات الدموية الخفيفة غير مستمرة من الثدي أثناء الحمل بما يحصل للأوايات الدموية من زيادة في عددها وحجمها وتنصح المرأة بالخضوع للفحوصات الدورية للكشف عن سرطان الثدي وتزداد أهمية هذه الفحوصات في مرحلة التخطيط للحمل خاصة إذا تجاوز عمر المرأة 35 عاما ومن الجدير بالذكر أن المرأة الحامل تحتاج إلى إجراء فحوصات الكشف عن سرطان الثدي كل أربع إلى خمس أسابيع خاصة عند ملاحظتها وجود كتل في الثدي أي أن الإفرازات وحدها قد لا تبدو مؤشرا واضحا ومن الطبيعي أن تظهر الكتل المصحوبة بإحمرار وتراوى في الثدي خلال الحمل نتيجة إمسداد قنوات الحليب وهنا تلاحظ الحامل أنه بمجرد تدليكها الثدي وتعرضها للكمادات الدافئة سوف تشعر بتحسن